في مناسبة حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الجديد لمعيوكي بغرب حسن سالين والسابق ادم فورتي احمدو بدأت المناسبة بسرد الانجازات التي حققت خلال 15 شهرا عندما كان الاخير على رأس الولاية وذلك من قبل الامين العام الولائي يعقوب بركة والمتمثلة في محاربة عملية خطف العطفال وانهو الاقتصاد وتدابير اخرى ساهمت في الوقاية من فيروس كورونا وفي كلمة التنصيب للمدير العام لوزارة ادارة الاراضي والتجمعات المستقلة قاندول فيكامات طلب من الحاكم الجديد تحمل المسئولية من اكل ضمان امن وسلامة المواطنين وامتلاكاتهم وكل ما يؤدي بنهوض الولاية واجاد حد لولئك الذين يقومون بخطف العطفال وفي نهاية العمر يطالبون مبالغ من اسرهم بهدف الاسترجاع اما الحاكم الجديد حسن سالين شكر رئيس الجمهورية مشير جات دريس ديفي اتنو على ثقة التي وضعها في شخصه واتمنى ان يكون عند حسن نظام السلطات العليا بالبلاد مشيرا الى ان هذه الولاية ليست جديدة عليه اذ كان قبل ذلك حاكما فيها فالاذا انه يعرف الكثير من الصعوبات التي يعاني منها خاصة في مسألة الامن وعدم تطبيق القرارات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد واطلب حسن سالين في نهاية حديثه من معاونه الوقوف معه من اجل نجاه المهمة التي اوكلت اليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة